أنت أجبرك على اعتزال في الأهل ولا اعتزالت بمزاجك لا بمزاجك بمزاجك لو كنت عارس تكمل كنتكملت أنا تعرض علينا أن أكمل فعلا؟ يعني في النادي قالوا لك ممكن تكمل لا مش في النادي كنتم عشان أكون برا النادي بس أنا كانت الأمور بني وبين مسلماني خلاص خلصت وهو كان رجل ناجح وأنا يعني قرأت المشهد من بدري إنه هيكمل واخد ثالث عالم خلاص قلت استخيرت ربنا وفي ناس حبادي كتير جدا منهم العلاقة وسط طريق مسدود بينك وبين آه يعني هو كان مقتنع أن أنا خلاص وأنا حسيت أنه هو ممكن يعني فيه أوقات ممكن أنا أتضايق وممكن أعمل مشكلة وأنا عمري ما عملت مشكلة في النادي قلت لأ بدري بدري وخدت رأيي ناس حبايبي منهم مع بطريكا وقلت لأ خلاص كده بطريكا قال لك بطل أه قال لي كده الحمد لله كده تماما قال لي ما ينفعش تلعب في حتة تانية أنا تعرض علي أن ألعب برا النادي قلت لأ مش صدامت في موسيماني مش عايز أقول صدامت هو بالأرقام رجل ناجح يا كابتن أنا ما بتكلمش عليهم درب نجح نجح ومحقة نجحاته هكذا كل بساني بتكلم أنا مش عارة أنا الشخصية مش عارة أنا لو أنت وليد سلمانيا حسيت أنه ظلمك حسيت أنه جاء عليك حسيت أنه هو حسابها بالسن يا كابتن وأنا كنت باتمرأة طبعا كنت باتمرأة كويس جدا والحمد لله فضل الله يعني أنا ملتزم وبنام بدري وبقى أتمرأة كويس وبقى أكل كويس وعايش جو محترف فعلا لكن هو حسابها بالسن حسابها بالسن حتى قالها بس بطريقة تانية قال لها للعيبة أنا فيه لعيبة عملت عملت قطولات مع مستر مانو الجزي وحطيني أنا من ضمن الناس وأنا عايز أعمل جيل تاني وتاريخ تاني ومشكلة لكل واحد عايز أعمل جيل نفسه بتبقى كاسة بالزبط بس الحمد لله فضل الله كابتن طبعا أنا بحمد ربنا على الفترة اللي أنا قضيتها والحمد لله فضل الله خدت كل يعني مش عايز أقول ربنا أرداني بشكل كبير جدا حتى في التوقيت اللي أنا خدته وبطلت كان الحمد لله فضل الله ردود فعل حلوة ربنا أرداني دي أه طبعا كابتن الحمد لله أنا لو عادت سنين أردت بأخرج الخروجة دي أنا طبعا هيرت ارتباط ربنا أفضل زعلت الموضوع عبد الشافي الأصابة أه طبعا زعلت بس أنا زعلت أكتر من في ناس يا كابتن في المجال فهم الكورة وعارفة وحطوني في حتها مش آه مش أنت خالص وأنا مش ده هو اللي جايلي في الكورة مش أنا اللي رايح له آه بس يعني أنا كنت عارف أن في ناس كتير جدا كانت ضدي في ناس كتير جدا بتوجه لجان علي عشان أبطل لكن الحمد لله ما كنتش أنا أنا ببص للكلام ده خالص أنا كنت عارف أن أنا في نادي كبير وفي ظهر جمهور عظيم ومركز وعايز أعمل تاريخ وأعمل بطلات والحمد لله أفضل لها عديت المرحلة دي بشكل كويس يعني